مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الاخبار هذه وهذا ابرز عنوانها اتفاق تاريخي بين المغرب واسبانيا حيث اتفق على عدم القيام باعمال تصيء الى مجالات سيادتهما اتفقت المملكة المغربية واسبانيا على عدم القيام باعمالنا من شأنها الاساءة الى مجالات سيادتها وذلك خلال القمة الرفيعة المستوى التي جمعت البلدين بالعاصمة الرباط واوضح رئيس الحكومة الاسبانيا بيدرو سانشيز خلال الجنس الافتتاحية للقمة صباح اليوم الخميس 2 فبراير الجاري بقوله لقد تعهدنا على الاحترام المتبادل وسنتجنب في خطابنا وممارساتنا السياسية كلما من شأنها ان يسيء الى الطرف الاخر خاصة ما يمكن ان يؤثر على مجالات سيادتنا وعقد عزيز اخ النوش اجتماعا تنائيا مع بيدرو سانشيز في مقرر رئاسة الحكومة في حين التقى الوزراء الاسبان ال 11 بشكل منفصل مع نضارائهم المغاربة لوضع اللمسات الاخيرة على ازيد من 20 اتفاقية من المزمع توقيعها بين البلدين على هامش القمة كما زار سانشيز ضريح محمد الخامس تماشيا مع التقاليد السائدة لكبار الشخصيات الذين يزورون العاصمة الريباط اشتركوا في القناة